أهلا وسهلا بكم لدرس جديد سنرى فيه كيف يتفعيل الكاميرا على برنامج VirtualBox هذا البرنامج الذي سبق أن قدمت دورة كامل عنه في المجمع تسمى بدورة الأجهزة الوهمية باستخدام VirtualBox يمكنكم أن تتابعوها لمزيد من التفاصيل وأيضا في قناة المجمع على يوتيوب توجد قائمة تشغيل باسم دورة الأجهزة الوهمية أيضا فيها جميع الدروس إذن على المجمع أو في قناة المجمع على يوتيوب يمكنكم متابعة هذه الدورة لمعرفة المزيد عن برنامج VirtualBox وكيفية استخدامه باختصار هو يمكن من تشغيل أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت على نفس الجهاز فيمكن كما أفعل الآن أن تشغل إحدى توزيعات Linux وداخل برنامج VirtualBox تشغل نظام آخر كما هو الحال بالنسبة لي هنا أشغل Windows داخل VirtualBox يمكن أن تشغل توزيع أخرى من توزيعات Linux أو داخل Windows تشغل داخل برنامج VirtualBox إحدى توزيعات Linux لتجربها إذن هذه هي بظيفة البرنامج بشكل أهم نحن سنخصص هذا الدرس لكيفية تفعيل الكاميرا الداخل النظام الضيف النظام الضيف هنا هو Windows والذي يكون مثبث داخل الجهاز الوهمي والنظام المضيف هو إحدى توزيعات Linux إذا لدي كاميرا أريد أن أفاعلها أي أن أستغلها وأستخدمها داخل Windows هنا أو أي نظام آخر فكيف يمكن للقيام بذلك؟ يتمكن من القيام بمكالمة فيديو على Skype أو Facebook أو أي برنامج آخر أو أقوم بتشغيل فقط إذن في النسخ التي توجد حاليا على أغلى توزيع Linux هي نسخ 4-2 في الوقت الحالي هنا الطرق لتفعيل الكاميرا لكنها تتطلب بعض الجهد لهذا سأفضل اعتماد على النسخة الأحدث من برنامج VirtualBox هي نسخة 4-3 يمكنكم تحميلهم من موقع البرنامج VirtualBox.org وهنا في Download ستجدون هنا خيارات تحميل بالنسبة لWindows بالنسبة لماك وبنسبة توزيعات Linux وبنسبة لSolaris إذن تتحمل الإستعار المناسب للنظام الذي تشتغل به من نسبة لي هنا أستغل بWind بLinux إذن أدخل إلى هذا الخيار فسيعطيني عدة خيارات على حسب التوزيعات وإستعارات التوزيعات من يستخدم Ubuntu Linux Mint أو Elementary فيجب أن يحمل الإستعار الخاص بUbuntu على حسب الإستعار الذي يستخدمه هنا إذن ثلاثون بيت أو أربعة وستون بيت بعدما تقوم بالتحميل ستكون النتيجة على شك ملف بالنسبة لتوزيعات الدبيانية يمكنك تثبيته بالضغط مرتين على الملف يتم فتحه في مركز البرنامجيات الخاص بتوزيعاتك أو عن طريق إدخال هذا الأمر في الترفية هنا مصار الملف الأمر ستجدونه في الدرس الكتابي المرافق للفيديو وهنا يجب أن أشير إلى أنه لو كنت تستخدم إستعار أقدم أي كان لك ذاتير بوكس مثبث مسبقا على جهازك يجب أن تقوم بحثفه قبل تثبيت الإستعار الأحدث الحثف جد بسيط يمكنك البحث في مركز البرمجيات وحثف البرنامج حين تقوم بحثف البرنامج فلن يحذف الأجهزة الوهمية التي قمت بإنشائها بل سيوقع عليها فقط سيقوم بحثف البرنامج وحين تثبيت الإستعار الأحدث ستظهر لك الأجهزة الوهمية التي كنت قد أنشأتها من قبل إذا قلنا تحميل الإستعار الأحدث وتثبيثه بعد ذلك يجب أن نحمل حزمة الإضافات موجودة هنا هنا موجودة إضافة واحدة لجميع الإستعارات تقوم بتحميلها تكون على هذا الشكل يمكنك أن تقوم بالضغط عليها مرات عين كي تفتح في برنامج وتثبيتها في حال لم تفتح يجب عليك أولا أن تقوم بواقع الجهاز الوهمي في حال كالك جهاز وهمي قيد التشغيل وتنتقل إلى File Preferences وهنا Extensions تضغط على هذه الأيقونة وتقوم بجلب الإستعار في يتم إضافته وتثبيثه على هذا الشكل بعد التثبيث يمكنك تشغيل الجهاز الوهمي المثبث عليها النظام الضيف وهنا في الأعلى بعد أن تقوم بتشغيل الجهاز أو أثناء تشغيله هنا لدي مثلا ويندوز لاحظ هنا الأجهزة التي لدي داخل ويندوز سأنتقل إلى Devices وهنا سأجد خيار Webcams إذن بعدما أثبت الإضافات ينظف هذا الخيار ولكن على الإستعار الأخير أربعة ثلاثة فقط الإستعارات التي قبلها لا يجل في هذا الخيار إذن أنتقل إلى Webcams وهنا ستظهر لي الكاميرا التي لدي في جهازي الحاكمية أقوم فقط بتفعيلها وستلاحظون أنه أضيفت إلى الجهاز الوهمي إذن إلى ويندوز هنا يمكنني أن أستخدم الكاميرا في برامج مثل Skype أو المحادثة في فيسبوك أو شيء أخر لأول مرة ستظهر لك هنا تنبيه على أنه تم التعرف على جهاز جديد الشيء تعرفونها بالنسبة لويندوز إذن وهكذا يمكنك أن تستخدم الكاميرا في جهازك الوهمي لو أردت أحذفها فقط في نفس الشيء Webcam وتقوم بإلغاء تفعيل هذا الخيار فيتم إزالتها من الجهاز الوهمي إذن كي ألخص بالنسبة لتفعيل الكاميرا على برنامج VirtualBox فيجب أن تقوم بتحميل الإصدار الأحدث تقوم بتحميل الإضافة وتذبيتها ومن إعدادات الجهاز الوهمي في ديفايس تقوم فقط بتفعيل Webcam وانتهى الأمر ذن بهذا أن كنت انتهيت من هذا الدرس ونلتقي إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر